تعطيل بلالن خطة للعطلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثاني عشر من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابانجولا بيشين تركيا إسطنبول كتاب بير نحن الآن مع درس الاستماع الثاني من الوحدة الأولى وعنواله تعطيل بلالن خطة للعطلة أمامنا هذه الصور الجميلة للأماكن السياحية التي يمكن أن نقضي عطلة جميلة فيها قبل أن نذهب إلى نصف الاستماع ونقرأه ونترجمه نقرأ السؤال أشهد كيد يضغو دين ليلم لنستمع إلى الحوار الذي في الأسفل وشتوك لر دول دول رضم ولنملأ الفراغات عندنا هذا الحوار وفيه فراغات سنقرأ الحوار من مكانه نفهمه نترجمه نحاول أن نركز فيه حتى نستطيع نملأ الفراغات إذا صارب عليكم أمر تستطيع أن تنظروا إلى نصف الحوار الكامل في مربع الوصف فهيابينا إلى نصف الاستماع نبدأ بالقراءة حندا تقول جميلة تاتيلة جميلة تاتيلة جميلة خبر جميلة نعرف جميلة تاتيلة جميلة في الشهر القادم سلخ رجل الإطلاق جميلة يا فتيات جميلة تعرفون نرية نذهب إلى أين نذهب تقول جميلة من uzun zamandır Kapadokya'yı görmek istiyorum بdat ب sociaux إلى هناك تقول ̶ cândan eee ר când ماذا تقول când hhh Kapadokya yazım çok sıcak ك살 deotype كابدوكيا كمانات مفيدة تعطيت و تقول انتاليا 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 شووو ciوو انتاليا انتاليا وأيضاً كبابلوك مزدحمة جداً بانجا برأييي جزال بر كرادنز تورونا بانجا جزال بر كرادنز تورونا لنخرج جزال جميل كرادنز تورو جولا في مناطق البحر الأسود على شرط البحر الأسود بانجا جزال بر كرادنز تورونا برأييي نخرج في رحلة على شواطئ في جولة على شواطئ البحر الأسود ماذا تقول هندا؟ هندا ديوكي أرادر توروك مزدحمة جزال بصراحة أرادر هناك تلك المناطق ليس عندي فضول زائد إلى تلك المناطق أرادر توروك مزدحمة جزال بصراحة ليس عندي فضول انتجاه تلك المناطق ليس عندي فضول شديد انتجاه تلك المناطق أرادر توروك مزدحمة جزال الجملة التالية بانجا أنئيسي إزميرا جدلم بانجا تقول نعم بانجا أنئيسي برأيي الأفضل إزميرا جدلم لنذهب إلى إزمير الجملة التالية بانجا كوش أدسندة دنزة جيرلم بانجا كوش أدسندة دنزة جيرلم بانجا في البداية أو أولا كوش أدسندة في اسم مكان اسمه كوش أدسندة يعني جزيرة العصفور جزيرة الطائر دنزة جيرلم لندخل إلى البحر أولا لندخل إلى البحر في جزيرة كوش أدسندة ثم بعد هذا أفسي وأفروديسياس ما هذا الاسم؟ أفروديسياس أفروديسياسا جزالي أفروديسياسا الجزالي ثم لنتنزه في أفس وفي أفروديسياس غالبا هذه من بقايا الحضار الرومانية أظن هذا ولست؟ أكد مدأكد لأني لا عرف مطقة الجملة التالية وفي اليوم الأخيرين وفي اليوم الأخيرين وفي اليوم الأخيرين وفي اليوم الأخيرين لنذهب وفي اليومين الأخيرين لنذهب إلى بلق أسير إلى جزيرة جندا الجنة التالية أرسي وضوكس ساكين وحوزورل برير أرسي وضوكس ساكين وحوزورل برير أرسي هناك وضوكس بشكل كبير ساكين هذا وحوزورل وصعيد برير مكان ذلك المكان مكان هادئ وفيه سرور الجنة التالية جزدة مرة تقول جزدة بانجا هاركا برفكر برأيي إنها فكرة رائعة بانجا برأيي هاركا رائعة برفكر جنان تقول أولدان سنرا إذن بعد الظهري تعطيل إيجين ألش ورش يبالون أولدان سنرا تعطيل إيجين ألش ورش يبالون إذن بعد الظهري لنقم بالتسوق لنتسوق من أجل العطلة إذن لنتسوق بعد الظهري من أجل العطلة هاندة تقول هايدي كزلر هيا يا فتيات همن هزر لنظم لنتجهز فورا نعود إلى النص لنملأ الفراغات والحل هذا هو النص أمامنا هاندة تقول جل جاك آيت أعطيل أيها الفتيات سنخرج في الشهر القادم إلى العطلة من يورسونوس أنتم تعرفون هذا نرأي إلى أين نذهب إلى أين نذهب دعونا نذهب إلى أين ماذا دعونا نذهب وضعوها هنا ما معنى بالتركية تتذكروا وتحلوا وفي النهاية تتأكدوا من حلو الكون من خلال النص الكامل تت Pittsburgh و đây نحسين دعونا كپادوكيا واذا سأهتم أرشح Egg وأنا أدخل في هذا الليل الأشرح لن研ق musical دعونا نذهب تأكدوا ماذا دعونا أنتم تجربا لك قدر الأشعر قدر الأشعر قدر الأشعب قدر الأشعر قدر الأشعر قدر الدنيا جسعر الأشعب صحيح ذي شراط يصند نحسين ذي شرط��면 ويصل هلتب قدرate وأرد دينيزيوك وهناك لا يوجد بحر أنطاليا لنذهب إلى أنطاليا زينب تقول أنطاليا أنطاليا أيضا كثيرا مزدحمة ما معنى مزدحمة نضعها هنا برأيي برأيي إلى رحلة جميلة على شواطئ البحر الأسود لنخرج برأيي الجملة التالية تقول أتمنى أنطاليا ليس بصراحة ليس لدي فضول كبير لتلك الأمكين برأيي إزمير لنذهب إلى إزمير أنطاليا في البداية في البداية في جزيرة لنذهب إلى البحر لندخل ما معنى لندخل؟ نضعها هنا الجملة التالية أو التكملة سونرا أفسي وأفروديسيا سي ماذا نفعل؟ ثم لنتنزه ما معنى لنتنزه؟ نضعها هنا في الفراء الجملة التالية سون إكي جندا وفي آخر يومين أيضا بلوك أسيرا جندا أضصنا نذهب إلى جزيرة جندا إلى بلوك أسير أرس ألدوك شساكين وبرئر ذلك المكان ألدوك شساكين مكان هادئ جدا ومكان فيه سرور ما معنى فيه سرور؟ سرور يعني ذو سرور ذو حضور ذو حضور طيب تحولونها أنتم الكلمة أو الجملة التالية تقول برأيي أنها فكرة رائعة ثم تقول إذا من أجل العطلة تسوق لنقم تصبح إذا لنقم بتسوق من أجل العطلة بعض الظهر لنقم بتسوق بعض الظهر لنتسوق بعض الظهر من أجل العطلة ما معنى لنفعل؟ ألوش فريش؟ لنقم بتسوق لنفعل ما معنى هنا نضعه في هذه الجملة؟ تقول هاندا هايدكزلل هيا يا فتيات همم فورا لنتجهز ما معنى لنتجهز؟ التجهز هزرنا معك نقول لنتجهز كيف نحل هذا الفراغ؟ ماذا نضع هنا؟ فكروا واكتبوا ثم تأكدوا من خلال مربع الوصف الذي يحمي النص كاملاً السؤال الثالي يقول ما تنقرى كم؟ نرى جتمك استيور ما تنقرى وفقاً للنص الذي استمعنا إليه وقرأناه وترجمناه؟ كم؟ من نرى إلى أين جتمك استيور؟ من يريد أن يذهب إلى أين؟ ماذا نشترى لهم لنوصي؟ عندنا الفتيات هندا ويوزدا وجنان وزينب زينب عندنا أسماء الأماكين كاراديز جندا أدس جزيرة جندا أنطاليا مدينة أنطاليا كابادوكيا مدينة كابادوكيا هذا يحتاج إلى ذاكرة قوية جداً إذا حللتم التمرين استابد وتأكدتم من حله من مربع الوصف فستمرون على كل هذه المعلومات ومن خلال هذا تستطيعون اختبار ذاكرتكم خمنوا وحلوا ثم تأكدوا من حلكم من خلال النص السؤال الأخير يقول سيس تركيادا سيس تركيادا سيس تركيادا أنتم في تركيا سيس تركيادا سيس تركيادا سيس ترككب ألا تعرفونها سيس تركيادا أوفكين في تركيا If youdo ول ELT's مع صيغة البob again girl ونهر إلى الاقتراحات يظلم لنكتب اقتراحات بصيغة الطلب نعم عن الأماكن التي يمكن أن نذهب إليها في العطلة وما هي الأماكن التي تعرفونها في تركيا هذا هو السؤال أتمنى لكم جوابا موفقا انتهى الدرس اليوم لا تنسوا كتابة نصي الاستماع استخراج كلمته الغريبة وحفظها حل التمارين ولا تدخلوا علينا بنصائحكم عبر الأعناوين الموجودة في مربع الوصف نتمنى لكم دوما التوفيق دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة